اشتركوا في القناة تشهد عبر جلسات ايامها الثلاثة حضور عدد من ممثلي ثلاثين دولة من مختلف دول العالم ممن سيعمدون الى تطوير فهم المنافع المشتركة للتخفيف من انشطة التكيف وخطط التنويع الاقتصادي بموجب اتفاقية باريس وما يجب مراعاته لضمان سلامة البيئة عبر التخفيف من اثار التغير المناخي في المستقبل كيف ممكن الاستغلال خصوصا المخزون النفطي في المنطقة لتعامل معاه في المستقبل في حالة تم ايقاف التعامل بالنفط مثل ما تعرفون الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ تحد من استخدام الوقود الحفوري ولكن الدول النفطية اساس من اسسها الكبير في الاقتصاد هو الطاقة الحفورية فلذلك دول المنطقة مع الدول النامية اطلعت بمخرج في الاتفاقية باريس لتغير المناخ وهو وجود الريسبونس مجر من ضمن بنود الاتفاقية فالريسبونس مجر سيعطي امكانية لهذه الدول لاستخدام طاقتها الحفورية محليا في صناعات تحولية او صناعات البترو كيميكلز اذا وصلنا لمرحلة ان العالم تخلى تماما عن الطاقة الحفورية الاجراءات الاستجابة لها اهمية وايد كبيرة في المنطقة وبالتحديد الدول الخليج لانها هي عن الاجراءات التي تتخذها الدول المتقدمة التي يمكن تأثر بطريقة سلبية على الدول النومية وبالذات في قطاعنا مثلا في النفط ورشة العمل هذه بخصوص تدابير الاستجابة وهي تدابير اللي متعلقة باتفاقية الاطارية اتفاقية الممتحدة الاطارية تغير المناخ بإضافة الاتفاقيات دولية الاخرى مثل كيوتا واتفاقية باريس وهي اتفاقية طبعا بتابير الاستجابة مفاوضات عليها بحيث ان نحفظ مصالح الدول النامية من انها تتأثر بتدابير اللي هي التخفيف من انبعاثات غازات الدفئة وطبعا الورشة هذه تأتي في اطار التنسيق بين الدول المختلفة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الاخرى والدول النامية اللي ايضا ممكن تتأثر بالتدابير اللي بنتاخذها بالاتفاقيات الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر